السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الرائعون معكم غزة في سلسلة قصة وعبران قصة اليوم بعنوان الله يرانا تابعوني في يوم من الأيام أراد معلم أن يختبر ذكاء وفطنة تلاميذه فذهب إلى أربعة أطفال وأعطى كل واحد منهم طفاحة وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد أكل أحمد الطفاحة فوق السطح وأكل سامي طفاحته في الصحراء أما مراد فأكلها في حديقة ليس فيها أحد لكن هاني لم يجد مكان لا يراه فيه الله فعاد إلى المعلم وقال له في كل مكان الله يراني بارك الله فيك يا بني أصدقاء الأعزاء ترى ما هي العبرة من هذه القصة أنتظروا إجاباتكم وتفاعلاتكم أسفل هذا الفيديو دمتم بخير ولا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي ق officers